بمعنى أن الأنظمة العربية قد تعمل على توسيع المشاركة الاقتصادية والسياسية في بعض الأماكن وبالتالي يعاد إنتاج النظام من جديد ولكن بأليات أخرى أقصد في غير الدول العربية نعم بالنسبة لقانون سوسيولوجيا علم الثورة هي نفسها القوانين هذه التي تؤدي للثورة لأننا ندرسها بعد أن تنجح الثورة حتى نتأكد من توفر الشروط الثلاثة لكن التنبع أيضا يبقى في إطار السيناليوات هذا شيء طبيعي نحن قد نخطأ وقد نصيب لكن الأكيد أن الثورة الفرنسية لما أسقطت الملكية في فرنسا انتشرت في كل أوروبا وأسقط كل الدكتاتوريات الأوروبية هذا شيء متأكد منه لكن دعني أعلق على المشهد الجميل الذي قلته في الأول لقد أصبح بن علي مثل الشاه رفضه أصدقائه رفضه نيكولا ساركوزي ولم يجد إلا أبشع دولة عربية من ناحية الديمقراطية وهي السعودية التي لا توجد فيها الانتخابات ولا تزوير الانتخابات ولا أحزاب ولا نقبات ولا ديمقراطية ولا أي شيء هي التي استقبلته ودعني أقول لك أن الشعب التونسي كان عظيما ولم يخدع بفتاوي الشيوخ الوهبية في الفضايا التي نرى والتي تحرم العمل النقابي والتي تحرم الانتفاضة والتي تحرم الثورة والتي تحرم الخروج على الحاكم والتي تحرم المسيرات وهم شيوخ في كل مكان ورغم مليارات الدرارة التي صرفت عليهم وعلى فضائياتهم والمكانيات الضخمة جدا موجودة لهم لم يستمع لهم أحدا من الشعب التونسي وضحكوا منهم وسخروا منهم ونزلوا إلى الشارع وقلبوا وتظاهروا وأنجزوا الثورة هذا اعتقد أنه تم نموذج تونسي يصدر إلى الدول العربية الدول العربية الأكثر تخلفا المنغلقة تماما ترتعد الآن ماذا سيحدث في السعودية الجماهير التونسية تحاصر صفرات السعودية في أوروبا في باريس وغيرها وتقول له كيف تتجرأين على أن تحمي ديكتاتور وهذه تدعي شريعة وإلى آخري ولكن نيف بن عبدالعزيز معروف أنه عنده علاقة خاصة جدا ببن علي ويأتي إلى تونس ويستعد في دوز إلى آخري ويقوم برحالات النقاة ورحالات الاستمتاع إلى آخري إذن فالحمد الله أن الشعب تونس كان عظيما ولم يستوعب ولم يستعفت هؤلاء الشيوك دعني أسأل أيضا دكتور رياد سيداوي بالعودة مرة ثانية إليك سيد محمد خلف الحديد في الأردن أنتم رفعتم شعار قتل الحكومة هل أنتم ماضون في ذلك؟ نعم إحنا يوم الجمعة اللي فاتت كانت لجنة المبادرة وشباب الاشتراكي دعوا لمسيرات سلمية ومشت في جميع أنحاء المملكة إلا في مدينة الكرك صار شويت عملاء الأجهزة الأمنية قاموا فأحنا عندنا جمعة جاية إن شاء الله مسيرات سلمية حتى تسقط الحكومة وحل البرلمان هذا برلمان مزور هذا برلمان مزور يعني تستمدون من الانتفاضة التونسية عوامل قوة نعم إحنا شعبنا شعبنا إحنا الشعب الأردن الوحيد اللي يؤمن بالانتفاضات السلمية لكن الإنسان مرات باللزع جهده على غصبة عنه فلا راح تتوقع كل شيء يصير لأن الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا يعني العائلة المالكة اللي تحكم الأردن يعني كانت في الحجاز وطرت من الحجاز وكانت في سوريا تحكم وطرت من سوريا وكانت تحكم في العراق وطرت من العراق في أول العقد الاجتماعي بيننا وبين العائلة المالكة لما قدمت من الحجاز نعم بس أرجو أن تقتصر نعم نعم بعدما طرها بن سعود من مكة صار العقد الاجتماعي على أن يكون هناك نظام حكم والدستور الأردن يتبعنا يقول أن يكون برلماني نيابي نظام الحكم لم ينفذ هذا أنتم في ثلاث يعني الآن استغولت الحكومات واستغولت القصر على الشعب نعم طيب دكتور حسن نافع طبعا يعني وقتنا ضيق أنا أرجو أن تجيبني على هذا السؤال بنصف دقيقة ماذا عساها الأنظمة فاعلة هل يعني كما قالت الجاردين الفناشل تايمز صحف أخرى هناك أنظمة مرعوبة خائفة أو قلقة أو متوترة أو متشنجة بالحد الأدنى معظم الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي تتحسس رأسها لكن هناك أنظمة أكثر زكاء من الأخرى هناك من سيكون أكثر عنادا وبالتالي لا نستطيع أن نتنبأ بردود فعل هذه الأنظمة البعض قد يقدم على إجراءات إصلاحية لكن منطق الاستبداد نفسه يجعل العناد هو سيد الموقف ولذلك لن نتوقع أن تذهب هذه الأنظمة إلى حد محاولة إجهاد الثورة أو الثورات المحتملة بإجراءات إصلاحية راديكالية لأن العالم العربي يحتاج إلى إجراءات إصلاحية راديكالية لا أظن أنها ستقدم عليها في المرحلة القادمة نعم على إتحال دكتور حسن ناسع دكتور البيض الصداوي أسيد محمد خلاف الحديد شكرا لكم جميعاً تهت الحلقة نلتقي في الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة